لو عندنا بلاطة هيرزنتال لازقة في الاند بيم. فكيا احنا قلنا الاند بيم الطبيبة تتكون من ايه كاميرا وكاميرا هيرزنتال. وحد فكر كات ايه وظيفة الكاميرا هيرزنتال لو تفتكر. قلنا هتاخد الاكس من الارش اسلاب وترجع توديها على التاي. طيب حاليا دلوقتي اخد بالك كده لو في عندنا بلاطة هيرزنتال لازقة في الاند بيم. او لازقه بمعنى صح في الارش سلاب يعني بمعنى صح في عندنا هنا خرصانة الستفنس بتاعيتها عالية جداً قريدي في الاتجاه الافقي فبالتالي انت مش محتاج تحط هريزونتال بيم خلاص اي اكس هتيجي هتروح الجزء ده للستفنس بتاعته عالية في الاتجاه ده ولا لأ فعشان كده اتفقنا لو في عندنا هريزونتال اسلاب لازقه في البلاطة الارش سلاب مفيش داعي تحط هريزونتال بيم مش هحط الكاميرا اما الايه لا هيحصل ساعة تتفنى الاكس هتروح من الارش سلاب على البلاطة الافقية بدل الكاميرا الافقية وتبعها كده تروح ايه على بيتكرر مثل مثال لو احنا عندنا ارش سلاب الطبيعي زي ما تتفنى هي بتتكون اخيرا فيه الكاميرا ايه لكن تخلى والارش سلاب دي نحية متشالة على عمود ونحية متشالة على جردر جردر زي ده طيب ما هو الجردر ده فوقي بلاطة فبمعنى صح تفنى بقيت الارش سلاب دي لازق فيه هنا بلاطة افقية ولا لأ طيب دي الكيس اللي بنقول عليها اللي مش محتاجين نحط فيها هريزونتال بيم ساعة تتفنى يبقى الكاميرا الاندي بيم هنا في رتكال بس والبلاطة الافقية هتشغل بدل هريزونتال بيم يعني تشغل بدلها ونعني هي اللي هتاخد الاكس من الارش سلاب وترجع توديها على مين على الطاي ماشي كده عشان كان فاكر الطاي كالعادة كان عليها كام تنشن اكس فلي سبيسنج طب لو نفس مسألة ومفيش طاي فكن هنا يبقى الاكس فلي سبيسنج لك هتتروحها الطاي هتروح على مين على بيتكرر كل سبيسنج اللي هو في المسأل ده يعني هيروح على عمود من ناحية وعلى الجردر من ناحية طيب بغض النظر خلال الوقت في الكنيكشن دلوقت يتفقن دي وان البلاطة الارش سلاب لو لازق فيها بلاطة هريزونتل في الحالة دي مفيش داعي حط هريزونتل بيم ماشي كده هتخلي هريزونتل سلاب بس هي لشايلة يبقى الاكس بتاعت الارش سلاب هتروح على مين هتروح على الطاي ماشي كده في سؤال اسب بتاعت البلاطة الافقية بتاعت الارش سلاب هتروح على البلاطة الافقية ومنها هتروح على مين على الطاي فطاي يبقى عليها تنشن اكس فلي سبيسنج لو مفيش طاي هيروح من البلاطة على بيتكرر يعني خبالك موضوع ان انا حط كاميرا زونتل ولا لا ملوش علاقة خالص اذا كان فيه طاي ولا لا وهي ليه علاقة بحاجة تانية تفنى اذا كان فيه بلاطة افقية ولا لا طيب مسال مثلا لو احنا جات لنا مسألة زي دي ده شكل البلاطة فكين قلنا عايزين نحط يشيل عندنا البلاطات ووضح ان انت هنا في عندك بلاطات افقية وبلاطات ارش طيب بلاطاته الافقية تتشال عندنا على ايه هنا ده يبقى كانتليفر فريم طيب وهنا ده يبقى دابل كانتليفر فريم وهكز طيب حتلاقي شكل مسألة عامل كده بالزبط ان عندي من شاء الله ناحية على كانتليفر فريم وناحية على طبعا اول ملحوظة لو تاخد بالك الاند بيم هنا عامل ازاي وانا الكاميرا فيرتكال بس وليه ما فيش كاميرات هيرزونتل وانا الامبراطة الهيرزونتل هتشغل بدل الكاميرا الهيرزونتل طيب الطلب مني في المثال ده ان انا اصمم الارش سلاب طبعا دي بتصممها على النورمال بس واصمم كمان البراطات الافقية ماشي كده طيب تعال نحسبها بس كده مبدئيا هي الارش سلاب عندنا مش كابترمي رأكشنات اكس ووي طيب فاكين قلنا ال اكس دلوقتي بتاعت الارش سلاب دي هتروحها لمين هتروحها البراطة الافقية يعني بمعنى صح البراطة الافقية اللي هنا مش يهب عليها اكس من ناحية دي وx من ناحية دي. يعني عليا x من ناحيتين ولا لا. يعني the normal عليها بكم قيمة normal ليها بx? طب الро chiste label الي هنا. علي x من كم ناحية. من ناحية واحدة. بس وبس يعني the normal هنا بx. طيب the normal هنا بكم في البلاطة في الحتة دي normal عليها بكم بزيرو. فبالتالي بمعلقة صح هنا بيحصل عندنا عاجة اسمها damping لل говорит normal. الن هو معنا هنا بيعود يضمحل يضمحل لحد میوصل في الآخر بزيرو. فحنا لما يجي هصمم البلاطة هنا. هصمم على normal cam average بين الماكسمم ده والمينيموم ده. اللي هو يعني بx على اتنين. طب كده كده البراطات دي مش بلاطات سيمبل. يعني كده كده عليها moment wl score على تمانية ولا لا? يبقى اخد بالك البلاطة اللي هنا لم تيتصممها هيبقى عليها moment وعليها normal بالx. بلاطة هنا هيبقى عليها moment وعليها normal اللي هو cam x على اتنين. طب هو cross section شريحة البراطة. انا كل ده بتكلم على شريحة بلاطة عرضها متر. ماشي كده. ده فانا. هتتصمم عندنا على قطاعات عليها ايه و ايه. ام و ايه. moment ونورمل. فاكين قلنا البلاطات عندنا اللي تتصمم على moment ونورمل بتصمم دايما بالانتراكشن دياجرام. وفاكين قلنا يفضل نزود تخنت البلاطة شوية زودها شوف انت كنتم طالع تي اس اللي شورت على كام. وزودها على الال اربعين خمسين ميلي زيادة. قلنا ليه? لان البراطات اللي عليها normal بينخاف كمان يحصل لها فبحتاج زود تخنتها شوية. طيب القطاع بتاع البلاطة دلوقتي عرض الشريحة متر اللي هو الف وتخنت تي اس اللي هو بعد ما زودنا ربعين خمسين ميلي. عليها moment وفي نفس الوقت عليها normal اللي هو ايه اما اكس في ناحية او اكس على اتنين في الناحية التانية. هصممها ازاي زي ما اتفقنا بالانتراكشن دياجرام يعني تحسب قيمة مين? النورمل اللي عندك على الف في سيو في البي في تي. البي دي خبالك اللي هي بالف والتي اللي هي بايه? بالتي اس. طيب فاكر بعد كده بتحسب الام على الاف في سيو في البي في التي سكوير. التي اللي هتتربع هنا خبالك اللي هي التي اس. فاكر بنخش في الانتراكشن دياجرام نطلع الرو ونطلع ميو ونطلع في الاخر الاس والاس داش. طب يبقى انا في الاخر هحط اس واس داش ولا لا? ده التسليح الرئيسي تحته فوق. طبعا هنحط ساكندري ناحية التانية بكام? خمسة في عشرة. فوضح خبالك كده ان البراطة الهيريزونتال السلاب اللي بتبقى لازقة في الارش سلاب. دي تبقى شائلة كمان اكس تفنى بدل هيريزونتال بيم. فالمفروض الصح ان البراطة دي لما نجي نصممها نزاودي التي اس بتاعتها اربعين خمسين ميلي عن التي اس المعتادة. ولما اجل صميمة صميمة الانتراكشن دا جرام فبيطلع تسليحها شبكتين. وبالك كده اس واس دا شابو ايه قد بعض مع صح شبكتين قد بعض.